من حفة ينضم إلينا عصام مخول مدير مركز إيميل تومة للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية سيد عصام يعني الانظار تتجه صوبة لهاي هل تتوقع أن يصدر أي قرار من أي نوع؟ أولا بالضرورة أن يصدر قرار اليوم هذا ما نحن ننتظره ولكن الأمر الأبرز أن من يقف على كفة الميزان اليوم هو ليس شرعية نضال الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وإنما شرعية محكمة العدل الدولية وشرعية المنظومة الدولية السائدة في هذه المرحلة وأنا أعتقد أن هناك قناعة تامة لدى كل العالم أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة وترتكب جرائم حرب ولسنا بحاجة لأن نذهب إلى مصادر معادية لإسرائيل يكفي أن نشاهد التلفزة الإسرائيلية يوميا وأن نستمع إلى الخطابات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين لنعي بشكل قاطع أن إسرائيل تدين نفسها وأنها ترتكب حرب إبادة وترتكب مجازر حرب ضد الشعب الفلسطيني وأنها تخالف القانون الدولي وأنها لا ترتكب ذلك جزء مرافق للحرب ناتج عن الحرب وإنما هو جوهر الحرب إسرائيل أعلنت مسبقا أنها لا ترى أن هناك أبرياء في قطاع غزة ولا ترى أن هناك مدنيين يمكن أن يكونوا خارج نطاق القتل وآلة الحرب الإسرائيلية مسبقا هذا أعلنت منذ اليوم الأول على لسان مسؤولين كبار بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية ولذلك المنطق يقول أنه لا مهرب لإسرائيل إسرائيل ارتكبت جريمة معلنة سبقا سلفا في قطاع غزة جريمة إبادة شعب والسؤال الكبير هو وعلامة السؤال تتمحور حول مشروعية النظام الدولي وجرأت وشجاءت النظام الدولي على وقف ومنع استمرار جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني لأن عدم القيام بذلك من خلال قرار واضح يطالب إسرائيل بوقف الحرب هو يحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب جرائم الإبادة في قطاع غزة ليس لإسرائيل وحدها هو بالضرورة أن يحدد أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا التي دابت حتى الآن على استعمال حق النقد البيتو في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار هي شريك مباشر في جرائم الحرب يعني لا شيء يستطيع أن يغسل هذه الأنظمة وهذا النظام العالمي والولايات المتحدة في رأسه من المسؤولية عن جرائم الحرب إلا اتخاذ قرار قاطع في المحكمة الدولية اليوم يدين حرب الإبادة للتمارسة إسرائيل ويدين إسرائيل ويثبت عليها هذه التهمة وتواصل المحكمة ويطالب وقف النار حالا وتواصل المحكمة أبحاثها حتى تصدر قرارها النهائي والعقوبات النهائية التي يفترض أن تنتج عن مثل هذه التهمة طيب فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية هل لابد من دعوة مستقلة لاتهام الولايات المتحدة بالشراكة والتواطئ نعم نعم أنا أعتقد الولايات المتحدة شريك كامل أيضا ليس فقط في كواليس السياسة وفي الدعم من وراء الظهر ومن تحت الطاولة للعدوان الإسرائيلي كما يحدث عادة الولايات المتحدة على لسان رئيسها وعلى لسان وزير خارجياتها منذ اليوم الأول اتخذت موقفا واتخذت موقعا موقع الشريك المباشر ليس فقط في تأييد الحرب وإنما في إدارة الحرب عندما جلس بايدن وجلس بلينكين وجلس وزير الدفاع الأمريكي في مجلس الحرب الإسرائيلي وأعطوا توجيهاتهم للشكل الذي تدار به هذه الحرب كل الحديث عن خلافات ونقاشات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل الآن هو لذر الرماد في العيون وهو نفاق لا يمكن التعامل معه بجدية لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت توفر لإسرائيل كل عوامل الإبادة الجماعية وكل عوامل الحرب وجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة بما في ذلك الغطاء السياسي غير المحدود لكل الممارسات الإسرائيلية والحديث أن إسرائيل التي تعلن ليلة نهار على لسان رئيس الحكومة أنها ستعيق وستمنع بأي شكل ولن تنصى لأي قرار يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة وتواصل الإدارة الأمريكية الحديث أن مشروعها هو حل الدولتين وين حل الدولتين؟ أنا أعتقد أن على الإدارة الأمريكية أن تتخذ قرارا واضحا إما أن تكون جزءا من العالم الخضاري ومن الشعوب الخضارية في العالم والتي تتمسك بأخلاق تمكن كل شعوب الأرض أن تعيش شعبا بجانب شعب وإما أن تعلن أنها جزء من هذه القرصنة وهذه السياسة العدوانية على شعوب العالم وعندها على شعوب العالم أن تستخلص النتائج في التعامل ليس فقط مع إسرائيل وإنما مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا اسمح لنا فقط أستاذ عصام أن نعلق هذه المشاهد هي مشاهد مباشرة لانطلاق مظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة يعني مثل هكذا تحركات ست weirdlyم أتمنى هذه السياسının نقتصد هي premium ت Опستشت لحظ بجانب شعوب العالم لحظ بجانب شعوب العالم تأتي تأتي أن announcement تبدأ من شعوب العالم تبدأ BROWN تبدأ من شعوب العلم للحظة اほعظ بجانب очень بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشرفاء هذه المعرفة هي معرفة لهم هي معرفة لهم هذا الاحتلال المجلس نعم يعني سيد عصام مثل هذه المشاهد التي نتابعها والتي لم تعد مقتصرة على الدول العربية والعواصم العربية بل أيضا العواصم العالمية حتى في قلب إسرائيل هناك مثل هكذا مظاهرات من بعض الجماعات الإسرائيلية المناهضة للحرب من الجماعات المطالبة بالسلام يعني ألا يمكن أن يحدث ذلك حراكا؟ أولا أنا أريد أن أقول أن هذه المظاهرات التي تملأ شوارع العالم الآن هي اكسير الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني ولقدرته على الصمود ونجاحه في تحدي العدوان وحرب الإبادة على غزة وحرب الإبادة المتواصلة التي تتم بوسائل أخرى في الضفة الغربية والقدس أيضا ولذلك بدون شك أنا أراهن كثيرا ونحن نراهن على المظاهرات أيضا في داخل إسرائيل ونحن نعتقد أن نتنياهو وقادة الحرب يحاولون أن يخفوا الحقيقة بأن الشعب في داخل إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي لا يؤيد هذه الحرب بل انتقل إلى مرحلة يطالب بوقف هذه الحرب وخلق فرصة من أجل تبادل الأسرى والرهائن في قطاع غزة والأسرى الفاصلين وأنا أعتقد أن هذه مرحلة هامة جدا يعني الولايات المتحدة عندما كانت تحارب في فيتنام سقطت المراهنة الأمريكية العدوانية ليس فقط أمام صمود الشعب البيتنامي وإنما أيضا أمام الحراك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ولذلك نحن نظمنا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة مع أربعين تنظيما سلاميا الأسبوع الماضي السبت الماضي مظاهرة هامة جدا في حيفا بالرغم من كل محاولات منعها ضد الحرب ولوقف الحرب ولوقف العدوان وللتثبيت المقولة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للقضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية يتم بإنهاء الاحتلال ويتم بوسائل سياسية من خلال فرض موقف على إسرائيل ينهي الاحتلال وينهي الحصار على الشعب الفلسطيني ويدفع في اتجاه قيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بجانب إسرائيل في هذه الحالة ولذلك إذا لم يكن هذا الخيار فإن لا إسرائيل ولا الفلسطينيين ولا الإقليم ككل وربما أمن العالم كله سيكون مهددا بالخطر وبعدم الاستقرار سيكون مهددا بالخطر وبعدم الاستقرار سيكون مهددا بالخطر وبعدم الاستقرار